اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجاء لكم بمقطع جديد ومقطع زلها طبعا في مقطع اليوم رح نشوف المزيد من الخرافات الموجودة في جيتي اي سان اندرياس ويتداولها اللاعبين ما بين الحين والاخر فيديو اليوم فيلو خرافة واحدة فقط منكم لذلك ونداء شديد اللهجة يا الهبيين اكتبوا خرافات خرافاتكم رح تكون احلى خصوصا ونحن نختبرها سويا فيب اكتبوا خرافات لو عندكم بالنسبة لموضوع المقطورة في الحلقة القادمة ما شاء الله عليكم مئات المئات راحوا للمكان تأكدون ورسلوا لي وشكرا لكل واحد راح واختبر ورسل لي الحقيقة ويب يا اخوان الخرافة صحيحة بنسبة 100% وفي اي جيتي اي سان اندرياس بدون مودات المقطورة رح تكون مقلتشة زي ما هو ظاهر لكم الان اما الان اربطوا لحزمة وخلونا نختبر خرافات اليوم اول خرافة تقول ان القوارب التي تم تفجيرها لا تغرق ولا تغمر بالماء ابدا اوكي عشان تفهمون المقصد رح نختبر الخرافة على سيارة زي ما تشوفون جبنا سيارة فجرناها ثم سي جي الخارق ولا تسألوني كيف قاعد يدفها لكنه قاعد يدفها يدفها لحد ما رماها في البحر زي ما هو ظاهر لكم الان مباشرة بعد مرور عدة ثواني بدأت بالغرق وبعد مرور دقائق غرقت تماما وغمرت بالماء زي ما تشوفون فهمتوا الفكرة هذه الفكرة الخرافة تقول ان القوارب ما تغرق بهذا الشكل اطلاقا لذلك تعالوا نجربه جبنا قارب وفجرناه وسي جي الخارق من جديد دف القارب صحيح واجه بعض المشاكل في الدف لكنه في النهاية دفوا في البحر وشوفت عينكم قاعدنا قرابة الدقيقتين لانتظروا انه يغرق ويغمر بالماء لكن هذا الامر لم يحدث نهائيا وصراحة الامر غريب وما قدرت افهمه لذلك رح استعين بكم ليش القارب ما يغرق بينما السيارة غرقت هل روكستار جيمز ما طورت القارب بشكل جيد عشان كذا ما قاعد يغرق او ان القوارب عندها ميزة خاصة بحيث انها ما تغرق او حاجة زي كذا عطوني رأيكم في خانة التعليقات ان الموضوع شوية محير ليش القوارب ما تغرق لكن كمجمل الخرافة لما جربناها كانت صحيحة والقوارب فعلا حقيقة لا تغرق في جي تاي سان اندرياس ثاني خرافة تقول ان كل انواع سيارة البريمير سرعتها واحدة بلا زيادة او نقصان اوكي سيارة البريمير لها ثلاثة انواع البريمير التكسي البريمير الشرطة والبريمير العادية طبعا ركبنا مود التابلون عشان نقدر نحدد الامر الاختبار الاول كان للبريمير التكسي وزي ما تشوفون لما توصل لسرعة المية وعشرة هذه هي اخر سرعة للسيارة وبعدها تبدأ تفصل وما في زيادة فوق المية وعشرة زي ما تشوفون طبعا تمام تمام الان نجي نختبر بريمير الشرطة زي ما شفتو مية وثلاثين بالضبط بمعنى انه سيارة البريمير الشرطة اسرع من البريمير التكسي لكن السؤال الاهم هل بريمير الشرطة اسرع من البريمير العادية تعالوا نشوف زي ما شفتو متساويتان في السرعة مية وثلاثين هنا ومية وثلاثين هناك لكن الخرافة كانت تقول انه كل انواع البريمير سرعتهم واحدة ونفس السرعة وهذا غير صحيح البريمير العادية والبريمير الشرطة اسرع من البريمير التكسي لذلك الخرافة غير صحيحة ثالث خرافة تقول انه الكراج الموجود في دور تي السام فييرو رح يكون متاح للعب منذ بداية اللعبة وبإمكانك تخزين وحفظ السيارات فيه أوكي مثير الاهتمام بدأنا تخزينة جديدة زي ما تشوفون ورح نستعين بكلمة سر ازالة الشرطة وكلمة سر الجيتباك لاختبار صحة الخرافة هذه ويب اركبنا جيتباكنا وتوجهنا للكراج في السام فييرو وزي ما تشوفون فعلا حقيقة الكراج فتح معنا وكان جاهز للتخزين وحفظ السيارات لذلك اخذنا اقرب سيارة من الشارع وحطيناها فيه وعشان نختبر صحة الامر تماما رح نرجع للمدينة ونسوي اول مهمة ثم نسوي سيف جيم ونحفظ بعدها نرجع من جديد الكراج ونشوف هل السيارة موجودة او لا طبعا بعد ما خلصنا المهمة وحفظنا وجاهزنا الآن نركب جيتباكنا من جديد ونتوجه للكراج وزي ما هو ظاهر لكم الآن يبقى السيارة موجودة اللي حطيناها مما يؤكد لنا صحة الخرافة بنسبة 100 بالمئة فالسؤال هل كنتم تعرفون انه بامكانكم استخدام الكراج حق السام فييرو في الدورتي منذ بداية اللعبة او لا الخرافة الرابعة قادمة من عزو اللهبي ويقول انه هناك طريقة لتخطي التعليمات الغثيثة اللي تطلع لك بعد ما تموت بكل بساطة اول ما تموت يضغط سبيس 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 او الزر اللي ينط اكثر من مرة وراح يزبط معاك الوضع لذلك تعالوا نجرب ونختبر اخيرا يا اخوان اللعبين اخترعوا طريقة لتخطي التعليمات الغثيثة بعد الموت لانه لو ما سويت الحركة هذه وما نطيت سي جي رح ياخذ علامة التعجب وبكذا مباشرة تطلع لك التعليمات الغثيثة فبنطتنا هذه رح نبعد عنها لذلك الخرافة صحيحة بنسبة 100% لكن لكن وخلوكم معايا لم حاولت سوي هذه الحركة على تعليمات الشرطة ما زبطت معايا لو تلاحظون سي جي نعم نط لكن التعليمات طلعت غصبا عننا زي ما تشوفون فمن جديد رح نكلف اللهبيين بمهمة اليوم فقرة جديدة نقدم لكم إياها باسم مهمة اليوم اليكم مهمة اليوم خلوا الشرطة يقبضون عليكم وسووا الحركة حق النط قولولي او صورولي هل تزبط الحركة فعلا وانا اساسا سويتها غلط ولا انها ما تزبط على تعليمات الشرطة انا في انتظاركم وفي الحلقة القادمة رح نثبت الحقيقة فانتشروا وجربوا الخرافة الخامسة تقول انه لو خشيت مركز الشرطة وفي يدك كاميرا رح تيجيك نجوم شرطة وكذلك لو صورت شرطي في الشارع رح تيجيك نجوم شرطة ايضا اوكي مثير للاهتمام جدا 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 طبعا على طول توجهت الى مركز الشرطة الموجود في اللاسفين توراس وزي ما تشوفون في يدي كاميرا ولما خشيت مركز الشرطة هذا اللي صار يب على طول اطلقوا علينا ويبدو انهم ما يبغون الفضايح اللي تصير في المركز تطلع للإعلام زي مثلا احد رجال الشرطة وانا قاعد امشي في المركز قتل ام بي سي مسكين زي ما تشوفون يب ما يبغون اشياء زي كذا تطلع للخارج وبره طبعا قلت ممكن مركز شرطة اللاسفين توراس متشددين من هذا الكلام لذلك رحت اجرب في مركز شرطة لوسانتوس ونفس الشي حصل بمجرد ما خشينا بكاميرتنا للمركز هاجمونا وجاتنا نجوم شرطة فايش رأيكم في هذه النقطة هل تشوفونها يعني نوع من الواقعية او انه روكستار غيمز ما طورت بشكل جيد اوكي الجزئية الاولى من الخرافة صحيح خلونا نقبر الجزئية الثانية وزي ما تشوفون قاعدين نصور للرجل الشرطة في الشارع بمختلف الاشكال ومختلف الزوايا لكن ما جاتنا نجوم شرطة زي ما ادعت الخرافة صورناه الين ما طفش لكن ما جاتنا نجوم شرطة لذلك جزئية ثانية من الخرافة غير صحيحة وهذا يودينا الى انه الخرافة باكملها صحيحة وغير صحيحة في نفس الواقس الخرافة السادسة تقول انه بامكانك التعرف على كيتي منذ البداية وحتى لو المدينة السام فييرو مغلقة اوكي مجددا راح نستعين ببعض كلمات السيرة عشان نختبر الخرافة زي كلمة سيرة الجيت باك وكلمة سيرة ازالة الشرطة وكلمة سيرة التعضيل لانه كيتي تحب المعظلين طبعا لما السام فييرو تكون مفتوحة كيتي راح تكون موجودة في هذا المكان عند الحديقة بالضبط فمن المفترض لما نروح نالك بداية اللعبة اننا نحصلها ويب لما رحنا للحديقة في بداية اللعبة حصلناها تتمرن وسي جي زي ما تلاحظون استطاع التعرف عليها واخذ رقمها رغم انه المدينة مغلقة وتونا في بداية اللعبة زي ما تشوفون ويب بعد مرور بعض الوقت لما تتوجه لبيتها بامكانك الخروج معاها في موعد غرامي زي ما تشوفون وقت مستقطع يا اخوان سي جي بالله وين عقله وعيونه لما يحب هذه حرفيا وجهها مخفي بلا اي ملامح وجهها مطلوس مفغوص ضايع ملامحها بنسبة 100% ما ادري كيف سي جي وقع في حبها او ان روكستار جيمز جابت العيد في وجهها ومن المفترض انها تكون احلى صراحة ما ادري ايش وضعها لذلك بالله يطالعوا فيها ووصفوها بكلمة واحدة مرعبة صراحة مرعبة انا راح اعطيها كلمة مرعبة على العموب نرجع للخرافة يبقى الخرافة صحيحة كليا زي ما شفنا وقدرنا ان نتعرف على كيتي منذ بداية اللعبة بدون ما نتقدم في القصة وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا ستة خرافات اختبرنا صحتها عن جي تاي سان اندريس بعضها كان صادقة لبعض الاخر كان غير صحيح وبعضها كان صحيح وغير صحيح لذلك شاركونا اراكم في خانة التعليقات على جميع الخرافات اللي تكلمنا عنها واختبرنا صحتها تكوصينا معاكم نهاية المقطع لا تعلمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم